النوع الرابع جهاد المنافقين يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أسياف سيف للكفار في قوله سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد وسيف لكفار أهل الكتاب في قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وسيف للمنافقين في قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ثم سيف لأهل البغي في قوله سبحانه فقاتل التي تبغي حتى تفيى إلى أمر الله هذه أربعة أسياف سيف للمشركين وسيف لكفار أهل الكتاب وسيف للمنافقين وسيف للبغاة الظالمين هؤلاء المنافقون جهادهم كجهاد المشركين على أربع مراتب جهادهم بالنفس جهادهم بالمال جهادهم باللسان جهادهم بالقلب أما جهادهم بالنفس فقد قال بعض أهل العلم يكون ذلك بإقامة الحدود عليهم وهذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى وعلّل ذلك بقوله بأن المنافقين هم أكثر من يقع في الحدود لقلة ورعهم وارتداعهم هؤلاء المنافقون لا يرجون ثوابا ولا يخشون عقابا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولذلك قعون في الحدود قد يسرقون قد يزنون قد يقلفون قد يسكرون فجهادهم إقامة الحدود عليهم اشتركوا في القناة